هاه! السلام عليكم، ورئيت لكم في حلقة جديدة وانطبعات بلاك كلابر لباعات ولا ملخص؟ انطبعات ولا ملخص للي صار في اخر خمس حلقات من بلاك كلابر واعتذر عن انقطاع اللي صار سامحون ان نحكوه علي لذلك، خلونا! نبدأ! فريق الإثارة والمتعة والتشوير نعم اجتمعنا لنعرف سر الطريق في نقاط رئيسية اعتمد عليها الحدث بذكرها منها حين قبل أن أدخل في الانطباع ما سأقولك صاف الحلقة فلانية كذا صاف الحلقة فلانية كذا لكن سأقسم الأحداث اللي صارت خلال الخمس حلقات لكن في لها مفتاح رئيسي اللي صاير يقعد نشوفها في المعارك المفتاح الرئيسي هو نحن عندنا أرواح الألف عندنا أجساد حاوية مربوطة بأرواح البشر فعندنا روح ألف روح بشر وجسد روح الألف تحاول تستحوذ على ملكية هذا الجسد لكنه لم يتم المراسم الكاملة للإستحواذ ليه ناقص حجر واحد موجود مع يونو أساس يكملون المراسم الفعلية في حال اكتملت المراسم الفعلية للإستحواذ وحيكون الجسد هذا ماي الأكثر لوح الألف ومن ثم يلتصق فيها ويطرد روح الإنسان إلى النهاية يموت روح الإنسان ويسأل العالم السفلي الجسد هذا حاليا سيطرته عند أرواح الألف بسبب التقنية الغير مكتملة لكن تصرفاتها عاداتها مرتبطة بروح البشري وهذا جاءت عليها الدلاء الأكثر الحقد الموجود عند العرف على البشر سيظل حتى بعد اكتمال التقنية لكن بعد اكتمالها سيجعلهم منطقيتهم أكثر وعيهم أكثر تحقيق غراضهم أكثر فالحقد الموجود عندهم الحين سببه واحد الخيانة اثنين التقنيات المحظورة اللي سواها لخ عليهم اللي هو نقل أرواحهم مجرد ما يكتمل استعادة الأجساد ويحتقل فهم مستعجلين لأنه لو اكتمت التقنية وفي بشر موجودين ممكن لا تتم الإبادة الكاملة للبشر فهم لازم يبدون البشر اللي هم ما استحفظوا على أجسادهم بالخصوص العوائل الملكية قبل لا يجعونهم يمتلكون الأجساد بالكامل الدليل على هشه إنه لما لك كان يهاجم نول ضباط الدقيقة كان تصيب الجدار ويقول ما باله هذا الجسد كأنه لا يريد إصابتها هذا لما كان مستحوذ عليه اثنين أحد جنود الأسود قرمزية لما هاجم مريليونة قال ما باله هذا الجسد وكأنه خائف من مواجهة هذه المرأة وتكلموا كثير كل يقول ما باله هذا الجسد ما باله هذا الجسد حتى الصاحب النباتات اللي سيطرت عليه أستا قال الجسد الجسد وكأن طباع الطيبة لبعض الألف أيضا سيطرت فالألف اللي ما يسيطر بالكامل على الجسد وما تمكن منه الحقد بالكامل بدأ يتأثر من بين الأمثلة لما واجه أستا فيتو من قبل قدر قال فيتو لو لها الحقد لداخلي وخيانتكم كان كلامك منطقي وقالها نفس الشيء هذا اللي اسمه ريا الخائن قال لو أننا نتقلنا بك من قبل كلامك يبدو منطقي فهي إمكانية للتأثير فيها رواح الألف فالمفاتيح هذي اللي أنا أقولها لكم هي أثرت في المعارك معركة فينرل أو معركة قوش هي اللي أثرت فيها المفاتيح هذي بعد ما انتقلت معركة نويل واللي أنا أسميها هي رد الاعتبار من الشخصيات اللي صارت في بلاك لفر دخلنا في معركة جميلة جدا ومهمة للأحداث البعض يراها أنها غير مهمة والبعض يراها أنها جات تطويل للحلقة اللي لما راحت فانسا وأخوها هذا الجميل إلى القصر لإنقاذ عائلتهم كانت أسهل وأسع مهمة إنقاذ ليش أن فانسا سوت مخطط القصر وأخوها بالسحرة هذا يقدر يقرر الأماكن ويسوي توجيهات زي ما صارف اختبار اختيار الحرس الملكي السحرة الحرس الملكي فسوت عائله بانسجام وقدروا يخلصون القصر كان أقل القصر جات خسائر في المواجهات يمكن قصرهم بسبب الموضوع هذا وكأنه تلميح جديد أن التخطيط لأنهم الشعب طبقية قتلته البشر فيهم طبقية فيواجهون مجتمع متزامن مجتمع عنده خطة مجتمع عنده هدف مجتمع روحهم واحدة وقلبهم واحد وكان هذا هو السبب الانهزام في بداية معاركهم ضد الالف لما بدأ الاتحاد فرقة بسيطة زي الثيران السوداء معليش أنا بسميها فرقة بسيطة أنا في فرق ثاني عندها مقرومات جبارة اندكت على خشمها لأن ما في بينها الانسجام وروح الواحدة بنلسى واخوها لحالهم حرار القصر نويل لما سوت التعاون مع أخوانها حرارت القصر بس بخسائر ثيران السوداء قدروا يسمون بلاوي ليش أنا بينهم تعاون الطريقة المثلة للتفوق هي التعاون فلما بنلسى واخوها حرار القصر الحين تطلع الرسل سفيرة وحراسهم يحاولون يعطلون البشر من الوصول إلى مركز الاستدعاء وإتمام الختم لأن في مركز الاستدعاء وإتمام الختم نقصهم حجر واحد واستعادة لخت لذكرياته الكاملة واستعادة لخت لذكرياتها الكاملة قال رأي أن قد يكون السبب أنه طبق التقنية هذه المحظورة فيأخذ وقت قال رأي طيب والفتا قال الفتا موجود لكن لا من سبب ما لم تعرض إليه ذكرياته ولازال الجسد وروح البشرية هم المسيطرين عليه لكن سنلتفت له فيما بعد وجد نظر أن الفتا هذا هو طفل اللي كانت تحمله زوجة لخت البشرية قبل لا يتم نعهم عن طريق البشر كان هذه روح الطفل ابن لخت لكن ننتظر ننتظر حتى يتبين ذلك في الأمام المعركة اللي صارت بين ثنرل وخوه ويامي وجاك ذريبر المعركة جبارة أول شيء جاك جاك لو بقيم سحرها الحين فهو معزز زي اللي يصبح في هانتر اكس هانتر لأن لما جاي يتنقل في المعركة عزز القوة في رجولة فزات سرعتها يعزز قدرة السحر في دينه حول مناجل يقطع بها يستطيع قطع أي نوع من أنواع السحر سواء كان مادي أو غير مرئي يستطيع قطع ومهما كان السحر حتى لو كان السحر بعدي يستطيع قطع طور هالنقطة في نفسه حتى صار ذريبر السفاح القاطع صاحب المناجر الخيالية ويامي عنده قدرة قطع الأبعاد المواجهة مع القادة دائما الإجساد تتردد منها لكن أخو فنرال لموجود مع الفجر الذهبي مغهور فهو ومت يرى القادة زي يامي وجاك ولا شيء فجسمه ما استجاب بالخوف منهم وما كانوا نقطة ضعف له واجهوا الملك الملك هنا أول رد اعتبار رده مش لما هز أبو وأم فينرال وقالهم أبنكم خائن اللي هنا أبو القاد وأبنكم وأبنكم وفيه 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 دخل وأكد وجهة النظر أنهم ما اعتمدوا على أبنهم الحقيقي صاحب القوة وقلت أخيرا حان وقت رد الاعتبار للفينرال لكن للأسف ما جاء فينرال ينقذهم نظروله بنظرة استصغار اشتبي هنا باختصار كما قالوا رأيها لا هي عربة أو وسيلة نقل الثيران السوداء اشتبي جاي هنا أنا هنا مبجي لكم هذا قوة رد اعتبار سواه فينرال بالنسبة لي أنا مبجي لكم أنا جاي لأخوي انتي العجوز وانتي العجوز يلا نقلعو لا تقعدون تتكلمون على عربتي هنا قول لا لا يا الكاتب تبي كوميدية تبي تبقي على شخصية تبي ذبة تمشي وقت رد الاعتبار فينرال المفروض لن أقول هذا عربتي قول المفروض لن أقول هذا أقوى مساند هذا بوابتي وليس عربتي المفروض تقول فينرال هذا البوابة اللي تنقلني للمجد وليس العربة اللي تنقلني للمجد ومعكم صريح الحلقة هذه قطعت تواصل كبير بيني وبين بلاك لوفر لأن الشخصية كنت أستطيع رد الاعتبار وكنت أتمنى رد الاعتبار يكون أقوى من كذا أنا فاهم أنك في الحلقة تبي تظهر المشاعر الأخوية ومستوعب أن هذا لابد منها أن يحدث لكن تمنيت أن هاللقطة بس هاللقطة سويت له رد اعتبار أقوى من كذا اعتراف القائد جاك ويامي فيه يكفيني عن اعترافكم وإعتراف بنتقة الملك فيه يكفيني ويكفيني أنه الذي أنقذكم لكن الكلمة نوال جاه رد اعتبار قوي في الحلقة هذه وفي الحلقة التي قدام لما جاه سلد أخوها وقال لا أنت أختي الصغر أنا أعترف فيك وقل لأنك قوى مني هذا الكلام لماذا فينرل لم تحصل الكلام لماذا تريد تهمش الشخصية لهذه الدرجة لا أعلم هذه اللحظة على العموم صار لقاء حاد بين القائد يامي ونائب فرقة الفجر الذهبي أيضا عندنا قائد الفجر الذهبي الخائد نسيت اسمه قاعد يراهن على قدرة فرقته اللي هم جمعها تحيث أنهم كلهم تحولوا إلى حوالات قاعد يراهن على قدراتهم فقاعد يقول خفونا نحن في السيف سايد نحن نسوي فاليهوباتر أعتقد كان اسمه كذا فقاعد يراهن عليهم فهمهم يوجهون عانوا منها سحرة كبيرة حيث فضائر حولهم للهجوم وحيث فضائر حوله للدفاع يقطعون شيء يواجههم شيء يقدر يرصد سحرهم بشتى الطرق فينا قال كلمة في آخر اللقاء قال هذا الجسد يضل لأخي وسحرة تعود هنا الكلام الجسد قدرته تعودت على وسط جميع أنواع السحر الكبيرة والتلاعب فيها ونقلها ومقاومات أنه يطمح للكبار لكنه تعود على تجاهل سحري الضعيف فأطلق البعد حقه الضعيف اللي سماه البعد الملائكي أو الجناح الانجل وينغ أو سيزي كذا أنقله له عطاه اغنور ليه روح الالف حريصة لكن الجسد وتقنية الرصد حقته تعودت أنها تغذ النظر عن السحر هذا هالسحر ما حيأثر هالسحر ما حيسوي شيء هنا تجي النقطة المهمة الثالثة أو الرابع المفضو علق عليها أنه لما سحب فينرل عنده وجه للكمة وكأنه دخل إلى داخلة باللكمة فتح البوابة هذه واستعاد أخيه الصغير شغلها يركز عليها يامي من قبل قال لاحظته 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 وكان يوجهون ضربات إلى خلف العنق إلى الصدر إلى الظهر وكأنه فيه نقاط عمياء للجسد البشري ما كانت موجودة عند الالف والضربات المباشرة للجسد مصيبة بالنسبة للالف كثير من الالف ضربات المباشرة للجسد يتم القضاء عليهم أو فقدان الوعي ليه لأن الجسد مش مربوط بعزيمة قوية فيه عزيمتين تتقاتل أما عزيمة الف قاعدة تتفهم مع عزيمة البشري وهذا اللي شفناه في حالة قوش اللي بتكلم عنها بعد شوي عزيمة الف متكبرة فالجسد ممعطيها كامل اهتمامه فهين نقطة ضعف زي ما صار مع أخ فينرال أو عزيمة بشرية أقوى فسهل التأثير فيه بالكلام زي ما صار في الأكبر مثال حالة يونو وأقل مثال لك فالضعبة المباشرة الجسدية نقطة ضعف خيالية على الألف وعشان كذا لما وجه فينرال الضربة أنقذ أخوه هنا جاءت المصيبة لمواجهة رسل سفيرة وحراسهم اللي هاجمين على يامي وجاك قالوا شي الحل ما نقدر نسوي شي هنا صار الانتقال لفرقة الثيران السوداء لأنهم ضموا اثنين معاهم من فرقة منتصف من فرقة عين شمس منتصف الليل ستقولوني المماتج تعب عشان نعيد هل اسم الاثنين اللي هم الخبيرة اللي سوت جسد فانا وفيتو الصناعيين عشان نقول لهم اروح بعد ما تبقى ضعيهم من قبل وايضا مستخدم الأبعاد اللي كان مستغرب ليش لخته سمى اللي هو باتها خانهم وايضا صاحب الزومبي اللي ما اعترف فيه اللي هو باتها نفسه كيف هالشي فهذا كان العام الكوميدي هذي يقول لخته 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 يبينتقن استقدر بالكارزمة حق قتل غريبة يضمهم ويعطي كل واحد وعود معينة لضمهم هذي الفتاة الاستراتيجية اللي مهروسة بالسحر وعندها استراتيجية قدرت تتحلل لهم كل المشاكل فرقة ثيران السوداء لما ادخلت وانقذت يامي والبقية من هجوم الالف اللي جايين الالف واجهتهم اكثر من المشكلة المشكلة الاولى مع صاحب الفخاخ ان السحر الفخاخ وهذه السحر مش متعودين عليه ولا شوفوه ففيه نوعيات من السحر الجديد لاجساد هم سحر الفخاخ الشيء الثاني اللي هو السحر الانسجامي اللي يسووه مع هنري في قلعة الثيران السوداء هذا شيء دمارهم الثالث الارواح الارواح اعلى ما تبه في عشق المانا تحتهم الالف فعندكم اكثر من سحر الارواح لو توحدونهم تقدرون تصوهم بلاوي مثل ما شفنا القائد فورجيون وشفنا فانا ايش سوو فالثلاث اشياء هذه استفادت منها هذه المهووسة لما هاجموهم اول شيء قصر هنري قصر هنري قدرت السحرية جبارة هذا حق معارك هذه خلي ثيان السوداء هي وزارة الدفاع والحرب لمملكة كلافر هذا المفهوض يصير لما يأخذ السحر ويطوره ويطلقه طيب هالشيء يستغرق منه طاقة السحرية لان اول شيء الغذي هنري ثاني شيء مضعفة القوة هذه هنا تجي تشام يتعكلهم فتعوض لهم الموضوع طيب في سحر قوي ممكن يجينا هنا تجي روح القطة العنفانة وتغير مجريات الحقائق دفاعا عنهم صاروا سلاح سحري جبار الطاعة دوسل سفيرا يدخل اللي هي قاعدة اعتقد الطواريس المرجانية موك تسمعها او الارجوانية اللي هي اللي دايما نايمة دخلتهم الى عالمها وتم الكشف عن عالم الاحلام لما اخذت نص القصر باللي فيه دخلتهم عالمها دخلوا في معضلة عالم الاحلام عالم لا تستطيع التحكم بما فيه هي استطاعت لكن في مصيبة لا تستطيع ان تقنع العقل بكذب ما فيه بيصدق اي شيء اي شيء يسمع يشوف العقل داخل عالم الاحلام فهو حقيقة وواقعة لذلك يقول لك في عالم الاحلام شيئين راح ينقطعون ما يكمل للحلم لما تسقط من الموت فعال جسمك راح يستيقظ مباشرة لان نهاية السقوط هذه اصابة ولو صدقها جسمك في الحلم راح تصاب الثاني لما تموت هالشيين ما هيسمح بهم جسمك جسمك عند خط احمد هالشيين في عالم الاحلام بوقفهم ما يستيقظ يقد يحس انها شيء لازل موجود لما كان يطيح لازل يحس باختلال التوازن اللاكمة يحس لازل في الم البعض يستيقظ وفيك دمات في جسمه لان اي شيء تراه وتسمع في عالم الاحلام لابد ان يقع المهووسة هذه حللت النقطة ولقيت افضل طريقة لمواجهتها الاول نحتاج الى مخرج كيف يصير في مخرج هي تخيل باب قلت نحتاج الى مخرج قد يكون باب مثلا مجاد ما قالت باب مخ رسم باب مفتح ما تقدر تقنع مخ انها ما سمعت الكلمة سمعت الكلمة المخ تصور يمفتح في عالم الاحلام وايضا اوجدت لها ان ما بي احد يقدر عليك دخل العالم اللا انت ووف النسخة الثانية منها ومعركة مريرة بالذكاء فقط تفوقت عليها ويطلعون الى الخارج خلال هالوقت كان استر يقاتل مع قوش وقوش كان اقدر اقول 50-50 ان علاقته مع اخته ابقت المشاعر البشرية قوية ما تقدر تقطع علاقته مع اخته لان نفس الاف لها علاقة قوية مع اخته فه قطع الانسجام اللي كان سوي الالف مع اخته ورجع قوش اكون معكم صريح المعركة انا من شدت فيها كثير كان ثاني معركة حسيت الكاتب ما يعني يعطاني فيها حبكة رائعة تخلي نيعشق المتابع يعني فنرل وقوش الاثنين اللي كنت استنى لهم ببوم انفجار ما حصل الانفجار اللي انا كنت بيه فاستا انقذ قوش والكل شرف استا وقدرة سيف لما اطلعوا مرة ثانية حان الوقت للدخول الى قلعة الالف ومواجهتهم هنا الكل رشح من طرف الشخص ماغنا قال استا سيحتاجون سيف اخ فانيسا رشح اخت هنا تح مع استا تساعدة هنا اول مرة تسوي شي حلو وايضا سولد رشح نول وعندنا فولغيون واختها تدخله اللي هي مريليونة يا الله دخل فولغيون ومريليونة عودة الاسود الاثنين اللي كنا مشتاقين لهم ومحتاجين لان نقطة ضعف للالف زي ما قلت لكم هي ضربات الجسدية عندهم واحد واحد من الاقوياء ذيتو مش ضعير ضد ضربات الجسدية وجسده ملكه يحتاج لمواجهته واحدة مثل مريليونة لمواجهة مريليونة ذيتو كان نقطة ضعف جميع فوسان الصحر سابقا آستر قدر يسوي الزعزع بين وبين الجسد باقناعه بالكلام الآن الجسد ملكه وليس مشاعر الا مشاعر والسيطرة الكاملة له تم اهتمام التقنية ذيتو كان هو المصيبة على البشر لكن الآن نقطة ضعفة الوحيدة ان في واحدة في البشر عندها ضربات سحر وجسد اقوى منك معركة مريليونة وفولغيون شوفوا ايضا فولغيون لما جاي واجه قائد الفرقة الثانية وقال ان الحل الافضل ان الهاه بالسحر لان وجه له لكمة الضربات الجسدية هي نقطة ضعف الالف اجزادهم ليست ملكهم واذا ليس متعودين على المعارك الجسدية اللي يتمكن فيها البشر اكثر وارواحهم فيها زعزعة فكل هذا سيجعل الضربة الجسدية وكأنه يقول اصفع الحقيقة في جسدك فأوقظك استر لما دخل اوهو وفنسا واجهوا اصعب خصم لهم له قائد يا الله العيائل الفرضية اعتقد اسمه كذا او العيائل المائية القائد هذا الرسام ما كان واصل لذورة قوته لمكان بشري بس الحين هو بجسد الالف مصيبة كيف يتواجه معا استر وفنسا هذا اللي انا مبعافة نويل تواجه فانا التقاء الماء بالنار من سيصبح الاقوى في اللقاء هذا اللقائين جبارين مريليونة وفولجون المفروض انه ينتهي لقاءهم الحاسن انه هنا في لحظة ترد الاعتبار فولجون لازم يودع اعتبار مريليونة يودع اعتبار وفضل حق الجاية لا تطولها لي ان هذا قام بعدين رجع بعدين رجع وطيح في معضلة فيريتين انه خاص اقضيع الخصم هو ان هذا هو الاقوى وانا احتاج طول للحدث خلي هذا يقوم بعدين هذا يطق هذا اوفض كمشاهد المفروض انه ما يصي ان شاء الله في الحقات الجاية اتمنى انك لا تقع في ذلك الباقي رح يوجهون مين لا اعلم اين يونو الان لا اعلم ايضا اين يونو الان وشن رح يكون مصيرة لكن سيف آستا وقلادة يونو والعصفور الصغير هم المفتاح علاقة العصفور هذا انا مش عارف كمعكم صريح سيف آستا هو اللي شفناه كيف قاعد يلغي انه او في يد الاخت يصبح ابيض في يد آستا يصبح اسود فهو في يد الالف يصبح ملائكي في يد آستا شيطاني وانتكلموا عن التقنية قالوا ان التقنية هذه صارت وتمت لانه صار زي العقد والتحالف ما بين الالف والعالم السفلي وسمها تقنية العالم السفلي فهي فيه علاقة بين الشياطين والالف فالسيف هذه الاسلحة اللي لم يكن يستخدمها للخت لأنه المختار أو الأعلى وصح النوع حقه يقدر يغلب صيفة الشيطان في السيف يحاول إلى سيف زي السيف السماوي يعني استغفالله ولما يوجع الآستا يوجع إلى السيف الشيطاني فآستا هو المضاد للخت لكن راح يحتاج معاه يونو وما راح يقدر يسوي شيء الحالة لكن هل راح يكون مواجهة بينهم وهم بس لا أعلم أنتظروا الحلقات الجاية صح الحلقات الجاية هل هي راح توضح لنا أكثر لكن أقول لك الحلقات الجاية فآستا فانسا ولهقائد الأيائل وآستا دائما متميز بالاندفاع ما كان يتبع استراتيجية معينة كان يكسر خط الاستراتيجيات أعتقد فانسا هنا هي اللي راح توجه آستا إلى الخط الصحيح وقد يكون يصير مثل بعض الأنميات أنه الحين مواجهة هذا ومع هذا ومع هذا في الأخير يصير عكس للمواجهات فهذا يدخل بالغلط على هذا وهذا يدخل بالغلط على هذا والتغير المواجهات ننتظر الحق الجاية اللي راح تقارر شنو الخط اللي بيمشي فيه الأنمي والأي درجة الحماس سيصعد أم سيقل قوش وفنرل أعتقد بارودو حدثهم وما كان خطأ من الشخصيات الكاتب بسحب يظهر مشاعر معينة مبارتها الحين بعد يعني عطا فترة شوي لكن رد الاعتبار قادم والقتال الأكبر قادم وأعتذر عن تأخرنا حاولت أن يقدم ملخص وأراء وتحليل بسيط قد يكون نسية أشياء كثيرة فأنا أعتذر عنها لكن أحب أقول إن إحنا من بعد هيجان الشيطان حق آستا من بعد الهيجان والحماس اللي شفناه من مريليونة عاد لنا الحماس بعودة فولغيون ومريليونة وانتظر حقات الجاي لنها كن جبارة من أجل تحديد من أكبر من أجل تحديد من أجل تحديد من أجل تحديد من أجل تح اكثر في النهاية يقولوا معنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أسرق بك وتو بيليك لننسوا نشترك في قناة اللاإك والشيف ونشوفكم على خير